طبعاً هذه المنظر أو الهدف من تصويرنا لهذه الحالة أنه بعض المزارعين لا يحرص على أن يجلب نخيله خاصة المشاريع الجديدة من المزارع الخالية من الإصابة هذه الفسائل مجهزة للقطع طبعاً الأم هلكت بالسوسة والفسائل المحيطة فيها انتقلت لها الإصابة مثل ما نلاحظ هذه قاعدة الفسيلة طبعاً منخورة بالكامل ويوجد فيها الآن لو أردنا أن نخرج منها أطوار عديدة وأعداد كبيرة من الحشرة وأطوارها وهذه الفسيلة انفصلت من القاعدة جميع الأطوار موجودة فيها مثل ما نلاحظ منطقة النخر يعني مهتكة مهتكة بالكامل وهذه الشرانق موجودة هذه الشرنقة وهذه الثانية وهذه الثالثة موجودة وخرجت منها كثير أيضاً من وهذه الشرنقة بالداخل هذه العدراء موجودة في حالة سليمة فلذلك يجب التخلص والحذر عند نقل الفسائل أو جلب الفسائل هذه أيضاً موجودة فيها العدراء في حالة سليمة عذارة كثير موجودة داخل قاعدة الفسيلة فلذلك يجب علينا أخذ الحيطة والحذر والبحث عن مصدر موثوق به 100% أن المكان هذا لم تصله السوسة وخالي من الإصابة هذا اللي احنا كنا نحذر منه بأنه يجب الحجر التام على نقل الفسائل ولكن للأسف لا زال الحجر توجد بعض الثغرات اللي تنفذ منها الفسائل إلى مناطق خالية منها أبو علي بس لو تورينا شيء قليل يعني توضح مقدار الضرر اللي لحق بالفسائل شايف النخر الموجود دازالت الحشرة نشطة داخل قاعدة الفسيلة شايف يجب أن يقوم المزارع بتنظيف النخلة بكاملها وفسائلها طبعا هذه عذراء واليرقات بالداخل حشرة كاملة طبعا هذه الحشرة الكاملة قطعت بالمنجل يعني عندما تأتي السوسة وتصيب نخلة لا تبقي يعني لا تبقي لا الأم ولا الفسائل المحيطة فيها هذه حشرة كاملة أيضا يعني أصيبت بالمنجل هذه الفسيلة لحالها تكفي أنها تتلف منطقة بكاملها طبعا هي لما تتلف منطقة القاعدة قاعدة النخلة يعني هي أتلفتها بالكامل تتجه إلى البحث عن أنسجة حية وتتجه إلى المنطقة هذه شايف النخر لحظة يا أبو علي لحظة يا أبو علي سمحت هذا منطقة النخر من قاعدة النخلة باتجاه الجمارة حيث الأنسجة شايف النخر في هذا المكان باتجاه الجمارة أو القمة النامية تبحث عن الأنسجة الغضة متجه إلى الأعلى نعم هذه اليرقة مصيبت بالمنجل متجه إلى أعلى هذه اليرقة كانت متجه إلى قلب النخلة للتغذية هذا أيضا يرقة في هذا المكان متجه إلى الجمارة أيضا الأنسجة الحديثة يعني من خلال اللون هذه اليرقة هذا الكابسول الهد كابسول أو أجزاء الفم فقط وهذا الجسم متجه إلى أعلى لذلك يعني هذه الأمور توضح خطورة الآفة وضرورة أخذ الاحتياطات بصورة دقيقة حتى لا تنتشر الإصابة ترجمة نانسي قنقر